المغرب الذي يدرك تماما التحديات التي تواجهها القارة الافريقية يشارك بكل عزم في زخم التنمية لتحقيق الاندماج الاقليمي وفق رئيس الحكومة عزيز اخنوش في افتتاح منتدى المقاولات الصغر والمتوسطة في افريقيا المنعقد على هامش منتدى الاستثمار الافريقي السيد اخنوش وفي كلمة القاها نيابة عنه وزير الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغر والشغل والكفاءات يونس كوري اوضح ان هذا الاندماج الاقليمي يعتمد بشكل خاص على تحديد القطاعات الاستراتيجية والتكاملات الاقتصادية بهدف تعزيز التخصص ووضع ادوات تجارية ملائمة لاحتياجات كل دولة افريقية المغرب بفضل المبادرة سيدنا الله ينصره انه يتفتح الولوج الى المحيط الاطلسي المبادرة الاطلسية هي مهمة بالنسبة لعدد الدول ديال الساحل وكذلك انخيراتنا في الاتحاد الافريقي وانخيراتنا في المجموعة التبادل الحر يعني الافريقية هي كذلك من المميزات او السيمات اللي غادي تجعل على ان المغرب يكون فاعلا خصوصا وانه عندنا استثمارات مهمة في الدول الافريقية رئيس الحكومة اشار الى ان المبادلات بين الدول تشكل اداة حاسمة لاقامة شركة رابح رابح تعود بالنفع على الدول وساكنتها مشددا على ضرورة معالجة الاشكاليات من خلال تحديد القطاعات الرئيسية والجهود الواجب بذلها وانواع الاستثمارات المطلوبة السيد اخنوش ابرز ان التحولات الاقتصادية التي تقودها المؤسسات تستلزم اعادة تعريف الحدود القطاعية بغرض تعزيز احداث فرص شغل مستدامة ودعم النمو الاقتصادي المنتدى يأتي استمرارا للحوار بين منظمات ارباب العمل في افريقيا الذي عقد بالدار البيضاء في شهر اكتوبر الفين واثنين وعشرين لتعزيز الاندماج بين الاقتصادات الافريقية ويروم تعزيز التكامل الاقتصادي القاري من خلال اقتراح حلول مبتكرة ومستدامة لتسريع التصنيع في القارة والاستفادة المثلى من الفرص التي توفرها منطقة تجارة الحرة القارية الافريقية ترجمة نانسي قنقر